السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفضل هدية ينتظرها الميت من أهله وأحبابه وأقاربه ويفرح بها بعد موته فلا تحرمه من أجرها لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب الفيديو لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم أفضل ما يهدى للميت إن من أفضل الأعمال التي تهدى للميت الصدقة والاستغفار والدعاء والحج وأفضل الصدقة عنه ما كانت مستمرة وباقية وكانت حاجة الفقير لها شديدة كسقي الماء في مكان يقل فيه الماء ويرى ابن عثيم أن الدعاء أفضل ما يقدم للميت استدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان وانقطع عن عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم في صحيحه عن أبي خريرة ويعد الدعاء من الأعمال التي يصل ثوابها للميت كان السلف الصالح يكثرون من الدعاء لمن سبقه من المؤمنين لقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ومما يؤكد أهمية الدعاء للميت تشريع الله تعالى لصلاة الجنازة عليه لما فيها من الدعاء له بعد التكبير الثالث للميت حيث إن المقصود من تشريع صلاة الجنازة الدعاء للميت وطلب الرحمة والمغفرة له والتجاوز عن سيئاته والاستغفار له لولود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولضعفه وشدة حاجته في تلك اللحظة إلى الدعاء له بالمغفرة والرحمة وبدخول الجنة والنجاة من النار أعمال تنفع الميت توجد الكثير من الأعمال التي تهدى للميت وتنفعه بعد موته ومنها الدعاء والاستغفار له وهو من الأعمال المجمع عليها وجاء ذكره في كثير من أدلة وكالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم اغفر لحينا وميتنا ونقل ذلك عن صحابة الكرام الصدقة ذكر الإمام النووي الإجماع على وصول ثوابها للميت سواء كانت من أولاده أو من غيرهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عنه أبو هرس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قراءة القرآن وهي من أعمال التي تصل للميت كما جاء عند الجمهور فبعد الانتهاء من القراءة ينوي الإنسان ثواب مع قراء الميت ويسميه الصدقة الجارية وهي الصدقة التي يبقى ثوابها للميت موصولا إلى يوم القيامة كحفر أبوال الماء وبناء المساجد فيبقى الأجر يجري للإنسان مادم العمل موجودا والصدقة الجارية على الميت يجوز أن تكون عن الإنسان قبل موته أو بعده من قبل أولاده أو من عيرهم وتعرف الصدقة الجارية بأنها الصدقة التي يستمر نفعها للناس مدة من الزمن ويبقى أجرها مستمرا ما دامت باقية فعمل الإنسان يتوقف بمجرد موته إلا في الصدقة الجارية ومنها ما ورد في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان وانقطع عنه عمله إلا مثلاته إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فذكر أهل العلم أن الميت ينتفع بما يصله من الصدقات سواء كانت من الصدقات الجارية أو غير الجارية والصدقات الجارية كثرة ومتنوعة تطباعة الكتب وتوسيعها على المكتبات أو على طلبة العلم وإنشاء شبكات المياه لإشرب منها الإنسان والحيوان وحفر الآبار وتركيب المضلات التي تقل الناس من حر السيف وترشتاء وغير ذلك من الصدقات الجارية نفعنا الله وإياكم بما سمعنا ونسأل الله تعالى أن يعفر وإرحم جميع أموات المسلمين وأن يرحمنا إذا ناصرنا إلى ما صر إليه توصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحم وغفر لكل من نشر هذا المقطع إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم فالدال على الخير كفاعله ترجمة نانسي قنقر